اهلا وسهلا فيك من اول ما فتت نشرت بالستيديو طاقة ايجابية من لطفة كايدا خليني خبري كايدا فيديو فعطول بس يفوتوا عليك هيك بيضلطن بتشعري يا بشي طاقة ايجابية يا بطاقة سلبية هلا انت بتشرحيني ليش؟ ليش بتشعري هالشعور من دون حتى يمكن ما انه ما بتفكري فيه فيه اسئلة كتير منسألة لحالنا او يمكن ما بتخطر عبالنا منشعر فيها بس ما منسألة جاوبينا هلا عليك كل الحكتي قبل ايلي اجوب علي كل الاسئلة الشخص الطاقة اللي بنشعره من الانسان التاني هو الطاقة اللي بيفكره اللي هو بيحمله هلا الشخص السلبي بكون جموة افكار سلبية اوكي اذا انت هالقد ايجابية بتشعر بهالشي السلبي اذا انت سلبية زيك متلك متله ما بتتأثري فلانك ايجابية بتقولي انا شعرت بطاقة سلبية منه هلا هدول الناس مفروض نساعدهم لانه احنا احنا عنا الوعي هن ما عندهم الوعي ربنا اعطى كل واحد فينا كيف يشتغل على نفسه ويكون عنده هذا الوعي هذا واجبنا تجاه نفسنا وروحنا صحيح هي عدم الكنكشن الاويرنس بالانجليزي الوعي بيحصل لأسباب عدة لو حتى لو الانسان كل واحد احنا عنصر زي الين واليانج اشارة الين واليانج العنصر الخير والشر موجود دايما هلا احنا فينا نشتغل ونخليه اكتر خير الفكر طريقة الفكر بالشخصية نفسه كيف منخلق هلا لما رح نحكي هلا بشكل عام كيف نكتشف هذه الطاقات بس خليني اول شي هيك عرف الطاقة شو معنات الطاقة؟ ما المقصود بعلم الطاقة؟ هل هو علم الطاقة الفيزيائية؟ لا لا احنا عم نحكي هون الفونغ شو هي غرب الطاقة طبيعية هو توازن من فونغ و Hof prophet مع كل سر الحياة حتى بها الخلية الصغيرة الضرة الصغيرة هي توازن منوازن إحنا الطاقة سواء بالطاقة طبيعية ما منشوفها بالأماكن لكن هي في أجهزة فينا نقيسها منوازنها ومنقيم الطاقة السلبية طاقة السلبية بحتة مش بس بالفكر زي ما حكينا تفضلتي قبل شوي الناس وبالفكر بتكون بأماكن مختلفة بوقات مختلفة ببيوتنا بزوايا مختلفة ليش عشان هيك العتبة منقول غيرنا البيت وهالبيت على وش شو ما شفت إلا النحس هيدا هو العلم هي شغلتي اللي هو البيوت لكنها بتتعالج يعني لما بلوك الدنيا وجوهه عتبات وعتاب وجوهه عتاب بالضبط اللي هو عتاب اللي هو دايريكشن يعني دايريكشن تبعتي العتاب مش بس هيك إمتى نبنى البيت هو بياخد إنرجة معينة من بيت لبيت إذا إحنا منطلع نطلعنا على الشارع كيف البيوت لقدام اللي وراجين ما كله حتى لو مبنوا بنفس المدة بيختلفوا في عنا بعشرين سنة مية وتمانين وضعية لبيوت يعني الدرجة الصغيرة اللي بتفرق كيف طر في البيت هاي بتغير كل الإنرجة اللي ماخدها هذات البيت ما شو في بيت فيه رزقة أو فيه أو أو مثلا في بيوت فيه ناس بيود دخلوا بقولوا بيت كون شرح وفيه بيوت ناس بفوتوا عليه تركيين ناس بفوتوا بيقولوا غب على قلبي بس فت على ما هيدا البيت هي الغب على قلبي لأنه ما بيكون متوازن الطاقة فيه أكترة وكمان أورادي طاقة بهالبيت موضع يعني موضعها ما بكون فيه شيء هالقدة غلط يعني من ناحية صرف الفلوس مرة ما نشوفي بيوت قد ما بيدخل بيطلع منحنا منقول سفير كاش فلو يعني كل داخل طالع منشوفي بيوت أو محلات يعني تصدف معي بشغلي السفرة مثلا بهالبيت يكون فيها أرجومتس دائما الإنرجة منا مرتاحة ووزنناها تقولي على عشان هي كل ما بنقول لي مثلا صاحب دي البيت كل ما نقعد بهال كل ما قد tag share بيضلوا يتقطلوا فيها جيمي فيه مختلفة يعني حتا يعني خالفة الثمر tilt anestzen أو البروجيكت أولاد فيه بيوت بتلاحظ انه ما سبب البيت أو بسبب غرفة النوم أو بتلاقي صبايا getir كباب ما عم يتزوجوا قاعدين بغرفة اللي ما فيها يعني الهارموني تبع الهارموني كل بيت بيعطي شكل طبيعي فيه عدة طرن هل ممكن انه نحسنها؟ طبيعي ام انه لازم نغير البيت؟ لا لا ما هو ليش بنادوني يعني دكتور البيت بسموني الخارطة تبع البيت الخارطة بعد ما تندرس بوضعية معينة بساعة معينة بتتقسم لا اوكي انا عم اتشرو بتتقسم كيف نوازنها حتى لو البيت سربية مش شرط دايما نغيره اه هلا اذا في شخص بين بيتين او بده يبني بيت او بده يختار بيت فينا نقل شي الاحسن لئله اوكي اه اله اه طبيعي اصم هذا كله بيعلمك منعالجو مشان نكملك بالالوان بالاشكال اوكي سح بالألمنس بالمواد خشاب انار امي ازارع هاي الشغلات بالصور باتجاه النوم باتجاه الفرشة اتخذ اذا في مرض في شيء بلولك دائما لازم تعرفي وين تنامي بغرفة النوم وين اتجاه الرأس كل واحد فينا له اتجاهاته الخاصة فيه يعني للنوم في عنا اتجاه للصحة في عنا اتجاه للتركيز وبيختلف من حد لحد وفي اتجاه حتى للعلاقات فهاي الاتجاهات لما يعني كتير طبيعي بالاستشارة اللي هي مرة بالعمر نقدر نعرف كل هالأسرار هاي نستعملها حتى اذا في عندك اجتماع مهم ببيتك وين دايما تقعد لما تقابل الناس في عندنا اجتماع الهي انرجي اللي هي الباور يعني اتجاه الباور طبعا اذا بتلاحظي يعني احنا كلنا لا شعريا منروح على نفس المحلات او نفس المطاعة او منزور نفس البيوت ومنقعد بنفس المحل ليش؟ لانه احنا منشعر انه هذا المحل فيه انسياب بالطاقة بينه وبينه يعني جاذبية ما فيه تنافر فهيدا واحد من الشغلات اللي صح انه منكوش وعيين عليها لكن هيدا اسبات انه كيف الشي انا في عندي كرسي بالبيت بحب اقعد علي ايه ما بحب حدا يقعد لي على هالكرسي واذا اجيت لقيت حدا عادة اللي اوجها هي بالكنباية اذا لقيت حدا خلص بحس حالي ما بقعد بالمكان ممكن رحض بمكان ثاني اللي يقوم الشخص اللي قعد لي انا منقول لاننا متعودين بس هو ليش بتعودتي لانك بترتاحي هنا الانرجي بتشعر فيها يعني يا بترتاحي يا ما بترتاحي عرفتي زي ما قلت البيت برتا بتشعر فيها لكن فيه عدة طبيعي وفيه شغلات بنقيس طيب غريس هل علم الطاقة علم حديث ام هو علم موجود من زمان لكن كثر الحديث عنه هلأ بالأول الأخير هو هلأ الانسان بسبب العلوم والفضائيات وصار فيه اتصال بالعالم مش زي زمان زمان كانوا يحملوا هاي العلوم بالسفر اللي كانوا يروحوا على الصين يجيب بات التجار يجيبوا معهم أكمن فكرة مثلا عنا بالعرب احنا من حنة الحنة السنبار بيستعملوا اللي هو السم الأحمر هو عبارة عن بودرة حمرة يعني بيستعملوه بالصين عنا بالعادات بالعرب لما بيشتروا مثلا بيت عتبة أو سيارة أو شي ما بعرف مش كل الناشونال اللي تزي العرب بيدبحوا بنازلوا دم أو مثلا بيدبحوا شيء بيد العروس بحطوا على العتبة فهاي كلها أشياء قديمة اللي همعاني هي منها خرافات لما اني روحت عاميركا لفهمت ليش ببلادنا بفلسطين بيعملوا هيك مثلا والميدل إيست بيخذوا العين بيقولوا هي لأنه أهم شيء عتبة البيت عتبة البيت هو زي التم ما حل ما بيأكل الانرجي شبابيك البيت هن زي العينين اللي بيشوفوا يعني إذا شبابيك بيتنا وسخين بيكونوا ما فينا نشوف العالم الخارج ما في عنا وضوح رؤية نعم طيب كتير هلأ صلنا بنسمع بالفونك شوي نسمع بالريكي في مصطلحات كتيري هل هي بتشبه بعضها أما كل واحدة علم طاقة لكن كل واحد منهم بطريق أو في الأسلوب تكملي لسؤالك الأول هو قديم كتير الفونك شوي 4000 سنة وزي ما قلت عد بكل الفارئيس كانوا يستعملوا بالهند معروف بالباستو شستري بماليزيا اندونيزيا سنجابور كلها بتستعمل الفونك شوي هيدا شيء معروف بالفارئيس أكتر هلأ إحنا العرب بطريقتنا عندنا كمان عادات ممنوع مثلا بالليل يرمو مي هاي الشغلات هي من الاسبيرتشو والسكور تبعت الفونك شوي الأشياء العلمية هو الفونك شوي كيف شكل البنايات وكيف البيت وإمتى مبنى والبوصل والاتجاهات والقران اللي فيه وشغلات تانية علمية هاي اللي حكينا عنا هي الاسبيرتشو والسكور سؤال تحكيلي على شغلات فعلا نحنا هيك نستخدمها في حياتنا اليومية بمعنى ما تكبي مي بالليل بمعنى ما تقرد ضفيرك حتى بالليل كما لا تقصد مبعنى بالليل لا على تقريط القضاء شوفي هو الليل هي اليونيغ الانرجي يعني الانرجي اللي عم بتنام عم تصغر أوكي ما فيك لما بدك تبلش شغل أو بدك تبلش شيء أو بدك تعطي فلوس بداي دايما لازم الصبح لازم بالنهار نعم لما لما نهار بتكبأ هي مشان أرسم هون أو ضحيك هاي دايما مششوفة الإشارة الوين يونيغ مثل مايكي غريس بليز بدك على المايك أيوة بدك شوي على المايك أوكي هي الأصل تحت كله غامق يعني الأصل كان ليل بعدين لما أجى اليونغ وهاي النقطة غامقة وهاي النقطة فاتحة الليل والنهار الأصل كله كان غامق بعدين صار شو كان آخر سؤال لإليك اللي سوري بهول شو الفرق بينهم وبين آه الإشياء اللي ما لازم تعمليها بالليل يعني ما تكبي مي بالليل هون الطاقة هي على كل شي الليل والنهار الشي توصي فهايدي هون إحنا الظهر فترة الظهر هون الليل نص الليل وهون هون وش الصبح أوكي هون بعد الظهر يعني حتى كل شي بالحياة بيبلش وبينتهي النهار يعني أنت عم تكبر الطاقة فكله هذا لحد الظهر عشان هيك ما منحب نعمل الشغلات وهي عم تصغر الإنرشي وهي عم تكبر وتطلع هايد هذا واحد من يعني في الفصول وفي شغلات ما بدنا نطوع حديث لأنه عندك أسئلة كتير هل بحق عم تاني؟ هل بحق عم تاني؟ هل بحق عم تاني؟ هل بحق عم تاني؟ اوكي الريكي وبين الفانكشوي اوكي اول شي مشان نكون واضحين الريكي هو شي موجود فينا بدون ما تتعلمي ربنا اعطى كل واحد فينا في عنا هون مراكز طاقة هلا اذا بناكل اكتر فيجتيريوم تشعر فيها اكتر يعني اذا الجسم نضيف هلا اذا احنا بناكل مواد حيوانية يعني يعني منا دايركت من الارض عم باخدها من الحيوان فما بكون صافية اوكي طبيعي كيف اللي بيتعبد والنفسك ففينا دايما طاقات بمراكز طاقة الريكي بيستعملوا ايدين اللي هي فيها مراكز طاقة في ناس افولفت يعني فيها عملوا الرقية من القرآن و اديانتان يعملوا منها هلا هي نعرفت عن طريق اليابانيين بحطوا صورتها الياباني وواتفر بتتصلي بنوع انرجي اللي هي ما بدي احكي كتير هون على التليفزيون على هيك شي اللي هي ممكن تكون ما بعرف مين اللي بعلمك يا ممكن بيور ممكن بيور انا بفضل كل واحد عنده الطاقة بنفسه يقرى عنه يعرف يستعمل يعني يكون هو بدون وسطات وسطات اللي هي ارواح بالعربي يعني عرفت ايه؟ بتقدي بانه اللي اللي بيتعاملوا مثلا مع الريكي ممكن يكونوا بيتواصلوا حسب مين ما بقدر احكي مين وايش الصراحة اقولك سيرة ومفتحت لكن كتير اعلم انه هي نوع من الواع علم الطاقة هي علم الطاقة علم الطاقة ديبنز مين بيعملوا وكيف ومع مين يتعلم وايش يعني هلا في كتير دجالين بهال امور هاي بتاعت اسم الطاقة مليان يو كن نيفر تلو خاصة يعني بالعالم العربي كيف فيلان اكتشف الدجال؟ لا بدي احكيلك قصة هون درست انا عشر سنين مع واحدة معلمة بالجايد ايمجري كانت من اكبر المعلمين اللي هي طاقة الفكر يعني علم المخيلة والصورة اللي هي جزء مكمل من الشغل طبعا وهو مهم جدا فروحت بدي اتعلم ريكي اول مرة رحت قالت لي ما تروحي سجلت دفعت وما رحت تاني مرة بدي اتعلم اي واضي سيكر يعني كنت افتش بدي دايما اتعلم شغلات تاني مرة دفعت الكورس برضو رحت وما تعلمت الحشارة صارت عندي بدي اشوف ايش بيعمل وليش هي منعتني اعمل وما رحت بعيني وشوفتهم بيحضروا للدرس افهمت بس ما بحكي اكثر هلا بنا نحكي لك عالطاقة مع احترامي للك وممكن يكون ما فينا يعني كل نوع شي في دجالين في مش دجالين فبالواحد بدي يعرف ايش لكن نصيحتي للكل يروح بور هو يقرأ هو يدرس هو عنا طاقة في طرق معينة فيه يعمل بدون هالرموز بدون هدا تكوننكت دايركلي مع الانيرجي اوكي اوكي تكتيني عن الريكي وعن الفرق بين الريكي وبين الـ لسه بعد هلا بدي اقولي شو هو بدي اقولك الريكي والشغلات هاي والالترنتيب من سهلتيني قبل شوي عنا لما كنا مش على الهوى وين بتيجي اوكي هون مشان كون وطحين كيف هادا الانسان هاي دا الانسان هاي الطاقة الكونية وهاي طاقة الارض ايرث تي اوكي هاي دايما برسمع اساسا نبسط الامور نقدر نفهم وين احنا وشو اللي عم نعمله وهاي مان تي اوكي اللي هي لما بتخلقي شو ربنا عطاكي عطاكي تالنت بالكومونيكيشن اللي هي خمسين بالمئة من الشخصية بتاخديها من الانرجي وقتها خمسين بالمئة مناخدها من حوالينا لما من الاهل المجتمع منربع في العيلة القريبة هون هاي دي سواء عالطريقة الاجنب الغربية عالطريقة الصينية اللي هي هون عالطريقة اليابانية كلها عبارة عن طاقة بتعطينا نعرف عن نفسنا هلا الانسان زي ما اذا عرف نفسه هاي تلترباع المشوار شحيح شو هو وين يشتغل حتى فلوسه ممكن نعرف احسن هو يشتغل مع حدا شريك مثلا منوين فلوسه او مع بيك بوديز يعني مع شركات او من السيلز او يشتغل جونت فاينانسيز كيف اللي بيشتغل كوميشنز او كل هاي شغلات بتبين لانه مندخل لانه عندنا تالنت لهيك شي لشان هيك في كتير ناس ما بينجحوا وما بينجحوا بعدين بصير طاقة سلبية عندهم بقولوا ليش يا ربي انا ما بنجحوا بصيروا الحساد والغيرة والكذا لانه ما بيوصلوا نفسهم هلا ايش احنا منستفيد من هاي هاي بنعرف عن نفسنا طيب شو فيه هلا شو عم نعبر هلا بالحياة هون كل عشرين سنة عندنا فترة الفترة اللي احنا فيها هلا هي فترة اطراب طبيعي كنا بفترة الكمينيكيشن لما اخترعوا كل دايما بحكي بين الالفين وثلاثة 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 وثمانين اخترعوا كل كنا بفترة المثل كان الموبايل فونز الكبيري السيديز اخترعوا الدي فيديز كل هاي شغلات هاي بهالفترة نعم هلا احنا بفترة تاني فهاي شو تأثير علينا ومش بس هيك عليك انتي وين التشالينج اللي هلا بحياتك ايش معنا دايما عندنا تشالينج ندرس شي وين ايش اللي احنا نسميه الحظ يعني هو مش حظ هو ايمثال انرجي بالعربي بتكون ماشي بطريقك بشي معين انت بدي في فترة من فترات عمر الانسان بيحس حاله انه هو ايه هاي كتير محظوظ في عنا الحظ عم يخدمه دائما دائما بس في ناس هلقدمة تشأمين انه ما بشوفوا الحظ والتشالينج بيعنيهم ما فيهم يعرفوا فعشان هيك دائما الواحد لازم يتنوره ويعرف ايش اللي عم بيصير بحياته اوكي في عندنا سنين مطالان بكون احسن انك تشتبيته وهيدي اذا راحت منك مطالان ما فيك بدك تستني كمان 12 سنة شغلات هاي قوية يعني بتيجي انرجي قوية او لعلاقة او لفلوس او لكارير او لتعليم او لشغلات كيف لازم الانسان يكتشف كل هذا اللي انتها بتحكيه كلامك تيرجلي وكل شخص ممكن يتساءل هل لازم يروح يدرس لازم يرجع الى دورات هايدي كيف لازم نتعلمها جميل اللي انتها بتحكيه كيف بدي اعلمه كيف بدي اعرف انه هيدا اللي عم بيقبل مايك هو شعري اوكي كيف انا لازم اتعلم انه انا مثلا اعرف امتى الفترات اللي بحياتي اللي هي بتكون تصاعدي ماشي هي مجرد استشارة مرة بالعمر اللي بعمله مرة بالعمر باش هاي هذا مش شي لازم نتعلمه طيب لا بتتعلمي بهالاستشارة فين تشتغلي ع نفسك هلا في كتير ناس حساسين ايش الناس بتحكي عليهم طب نتيجة شو بتكتش فيها تبريني انا جاي لعندك هعمل استشارة شو اللي لازم تعرفيه فيني لتعرفي انه انا ساعة ميلادك او مثلا احنا وقت ما منخلق هي بتعطينا اشياء بالانرجي تبعتنا اللي هي بتحدد يعني شخصيتنا بالنسبة بين اخوة وخوات بتشوفين مختلفين شكلهم بيختلفوا طبعا بيختلف لانه الانرجي اللي اخدوها هديك الوقت اوكي اوكي فبعد ما نعرف هايدا منعرف عن حالنا بعدين منرتب حياتنا فينا وين نشتغل على حياتنا هادي اهم شي يعني الكارميك لسن احنا منقوله بلغتنا يعني وين درسنا بها الحياة ليش دائما بنقع بنفس المشاكل ليش ما عم بيزبط معنا مثلا علاقات او كذا او شغلة اوكي او ايه ايه هايدا كله هبنتي طاقة الانسان هو عبارة عن طاقة اوكي منتال فيزيك الاموشنال هلا بنيجي هون لالالالالترنتيف مادسين والاكل الطبيعي والريكي وكله هاي مستعملة على الانسان والقايد دي امجري اللي قلتلك علم المخيلة والصورة برضو على طريق التفكير الانسان لانه تلت يعني تسعة وتسعين المية كتير مهم كيف منفكر وكيف منشوف الشغلات كيف منحكي عنا مش بس منفكر يعني الفكرة منحكيها لانه الفكر هو عبارة عن انرجي بصير لي حاد بصير لي حاد بصير لي حاد بقوم بصير لي حاد بظل نفكر فيه لما انه اجدبه والناس اللي بقوله دايما معناش فلوس معناش فلوس معناش فلوس يعني اللي بفترة من الفترات بكتاب سيكرت او بالسر بانه انت قادرة تغيري بقادرة من خلال التركيز اللي كتير كبير فعلا انه الانسان يغير بحياته هذا الشي مزهول انا زبايني بقولولي انت قبل خمسة عشر سنة اللي علمتين اياها هلا بالسكرت كان لازم تكتب بالكتاب هيدا اللي بعلمه دايما السيء هي اهم شغلة كيف الواحد بيفكر او ردود فعله لشغلات معه طبيعي هذا مش بيوم وليلة بيتعلمه الانسان هي هو مثل العضلة الانرجي مثل العضلة يعني كيف اول يوم ما فيك تحملي لتنين كيلو وثلاثة كيلو تاني يوم شوي اكتر هيك شوي شوي بيتمرن يعني المخيلة طريقة ما منفكر او الامجينيشن تبعنا هو عبارة عن تمرين ازول عن تمرين مشان نمرن و مشان نتحسن امير مشان نغير مش بيوم وليلة طبيعي شوفي تاورك يعني تا هاردورك ما انه سهل واحد يشغل عنافسه ويكتشف نفسه لكن هذا واجبه ليش لانه هو بيرتاح بريح لحوالي نعم طيب غريست كيف معنا فعلا ممكن الواحد منه انه يكون ايجابي وانه احنا ما كملنا بالنص مش مشكلة اكتر بابدك تكملي شيء لا لا انا اولي 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 احبه هيكي اشح بس للاصدقاء مشهديش شيء قدروا يستفيدوا منن منه بحياتهم اليومية كيف ممكن نحنا نكون فعلا إيجابيين ونكون قادرين أنه حتى نبس هذه الطاقة الإيجابية للغير يكون إيجابي أول إشي الإنسان لازم يكون عنده وعي يعني دائما لازم يكون بينه وبين نفسه مش دائما راديو وتلفزيون دائما يمشي لوحده يعمل إذا ما عملش يوغا يكون عنده خلوة بينه وبين نفسه معمولا مع التأمل التأمل بالضبط هلا يفكر بالشغلات اللي عم بيصير بحياته قبل ما ننام كثير مهم شو نشوف مشان دائما نخلي الفكرنا نضيف يعني ما نرفيز ما نقرأ شغلات التلفزيون أو الشغلات نقرأ المفضل دائما الواحد ما يحضر تلفزيون بالليل بالغرفة النوم وما يقرأ يعني ينام طبيعي مش نايم حلو الصناعي عرفتك عشان نكون دائما واعي بواعي مش يعني كونشسلي توليف كونشسلي مش انكونشسلي احنا كثير مرات نصرف انكونشسلي هيدا واحد لما الانسان بيصير واعي وفيه طبيعي هلا الاستشارة بكثير مواضيع اللي هي ليش أنا بعمله هوليستي احنا هلا احنا هلا نشوف اليميل الخاص فيك كمال اللي يحرر الووبسايت الووبسايت الخاص فيك نعم فيه على ايميل ازوال اه نعم سوري انه لا يبحثوا مش مش كده وممكن اكيد يمكن يكون فيه تواصل معك بالمستقبل نعم اوكي تسألت كيف الواحد يحسن الطاقة يقدر يبسر الطاقة الايجابية هلا احنا ما كمان كلنا بدنا مساعدة بدنا استشارة احنا ما خلقنا يعني اذا خاصة خاصة اذا ربينا بجو ما علمنا يعني تشوفي الاهلنا ما تعلموا سايكولوجي ولا تعلموا اولترنتف ميدسين لكن فيه يعني من بيت لبيت بيختلف طريقة التربية هلا اذا ما عنا اياها وما سا حطنا فيه الانسان يشتغل على نفسه مشان يصلحها هو لو خلق يعني عنده هذا الوتينشل هلا ايش اخد الخمسين بالمئة من اللي حوالي بده ينتبه انه هو اللي ما اخده هذا عم بيغطي ميبي القوة الكامل اللي فيه الطيب اللي فيه التالنتس اللي فيه بروح بيكبر بيقول له انت لازم تطلع دكتور مشان ابننا يكون دكتور طب ما هو لما خلق ما فيه الوتينشل انه يكون دكتور ليش منشوف بين ميت دكتور واحد اكسل لانه هو هذا خلقه مشان يكون دكتور منقول او يكون محامي he is the best in his work عدا جميل انه الام تكتشف هذا الموضوع تبتدي انه تشتغل عليه ايضا على اطفال هي دايما مش لا دايما لازم يراقبوا يساعدوا ويراقبوا كي ايش الشغلات اللي انترستنج عنده ايش اللي بتهمه ايش بيحب يقرأ يتفرج كيف طارت ما بحكي ايش اللي هلا مش معقول اذا شخصيته كتير حساس من الناس نحطه تاجر مثلا او دايما نتحرك مع الناس في اذا فنانه بيحب مثلا اذا 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 هل قدد الرسم الهندسة نشوف ايش ايش تلسل فيه بس هذا كله بيبين يعني فيه طرق انه فينا نعمل هيك شغلات ليش نملاحظ دائما بانه هالعلوم هادي منتشرة في اليابان في الصين عندهم واعي عندهم واعي اكتر منا شوفي دايما كيف هاديين بتبسموا وهيك عندهم واعي اكتر منا بلا عندهم واعي بس هلأ الى اي مدى احنا صرنا هلأ عنا واعي وابتدينا احنا صرنا برمجين الحياة العصري شوفي الانسان العربي القديم كان عنده هالحكي هالحياة الحديثة اللي غيرته الانسان العرب عندنا الكتب وعندنا العلوم والفراسة والعلم الارقام وعندنا الصفة تعلم الفراسة طلعا من عمنا يعني فيه اجزاء من الفونكشو اللي يعني على الاتجاهات والفلك عند العرب يعني بتروح عابين بطوطة مول بتشوف العلوم اللي حطينا لكن العرب كان عندنا شغلات كتيرة لكن الانسان العصري نسي هالشغلات يعني لو كنت بدي اتصل فيك بالزمان القديم فيجي افكر فيك ولليوم وبكرة يعني هلا لسه في ناس عندهم هالشي بتقولي اولا كنت افكر فيك هلا واتصلت فيه هيدا شو الحلم بحلم مثلا بشغل هيدا شو هيدا تواصل تواصل مش بس ايك الانسان العربي والبدوي كان بالتواصل مع الطبيعة يعني كنت تيجي تسألي احسن من المترولوجي اليوم كنت تسألي كيف الطقس بيكون بعد اربع تيام يقولك بكرة راح تكون هيك وشتاء ورح تغيم ورح كذا كان له اتصال كامل بعد طبيعة احنا تبعين للأرض ضيعنا ضيعنا احنا كمان احنا 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 هيدا الفرق ان هم الكلتشر تبعتهم خلتهم يضلوا على هذا احنا بجوز لانه كتير تقدمنا وتبر هيدا ملكة تتطور ام هيدا ممكن يعني كل شخص عنده عنده اياها كل انسان عنده اياها واذا اشتغل عليها ممكن يطورها ام هي ممكن تكون موجودة عند اشخاص واشخاص لا هي ممكن ناس اكتر من ناس اللي هي عنده يعني الانسان اللي هو رسالته يعلم الناس تنين بطبيعي بيكون عنده الشخصية والطريقة والعلوم والكومينيكيشن يقدر كيف يطلع المعلومة بطريقة مستساغة وسهلة فيه انسان تاني الانسان العادي فيه يكون انتش واذا مثلا ويشتغل على الشغلات يعرف بس ايش بده يعيش نمط حياة اللي هو صعب هلا هلا يعني عندك استرس الفيناشال الفلوس استرس الترقاء استرس الاقتصادية هلا استرس الاقتصادية هلا اللي عميلا هي نفسية العالم هادي صدقيني هي واحدة من الشغلات اللي كيف الطبيعة بتنظف نفسها مع الاسف يعني فيه ناس عم بيشوفوها سلبية لكن هي كتير ايجابي لانه الانسان بيرجع لنفسه بيرجع لح نرجع للارض وللطبيعة هلا ليه اللي صار مش الكل تأثر اللي تأثر هو الانسان اللي موجود الانسان الغلط بالمحل الغلط بالوقت الغلط يعني فهمت علي يعني نرجع نقول الطبيعة كيف البيت لما سيزلزلة هادي لانه الواقع لازم لانه هو الانسان فيه يعرف هلا كل اللي تفنش ومنشغله نعم يقول لك انا الغلط في المكان لا مش هو مش هو الغلط معناته هو عنده يشتغل بمحل تاني بشي تاني ينظر له بهالنظرة الاجابية وبالعكس اللي بيطلع من محل او يتفنش معناته فيه شي احسن له لازم يطلع بالطريقة هاي يدور على نفسه فيها هي زي اجازة بينه وبين نفسه عرفتي جميل مش هي دايما دايما لازم نشوف الناحية الاجابية بكل شي بنشوفه سلبي شوفي يعني بالفلسفة الصينية هيدا بحاجة لتدريب الفلسفة الصينية هي بتقول انه الشغلة الوحيدة التابتة بالحياة هي التغيير يعني ما في شي تابت واحنا يعني الفلوس هي عبارة عن انرجي يعني هي شي دايما بيتحرك احنا هي عبارة عن وسيلة بالفونكشوي اهم شغلتين هي فعلا اساسيات الحياة شو من الشغلتين اساسيات الحياة المي الحياة الحياة للانسان الحياة الحياة للانسان الحياة للانسان والاكل هي الصيني بقول الاكل برافو البولوف رايس اللي هي روز والسقف انه محل يحتمي هيدا كل اللي منعوزه صحيح فمن هون اهم شغلتين بحياتنا هذول بس فينا بالنسبة إذا تشتغلنا شي غلط يعني بتشوف إذا أو اشتغلنا بتشوف دايما في حيطان في يعني الأمور ما بتمشي معك هذا ما بيضبط هذا في مشاكل معناته إحنا ما عم نعمل الشي لإلنا الشي المزبوط اللي لازم نفتشغل لما نحن بنشتغل الشي اللي جينا عشانه كل واحد فينا أجا عالديني عنده رسالة كل واحد عنده مشن ولما بيعرفها وبيكتشفها بيكون هاي دي السعادة نعم ولما بيكتشفها بيكون هو ناجح وبيكون ناجح باللي عم يعمله وبيكون سعيد من خلال خبرتك قداش بتحسي أنه فيه أشخاص قدروا يكتشفوه هلا في وعي أكتر هلا في وعي المهمة اللي نجي نكلم على حسب أي بين العلق كل ما جيتي على المودرن وورد فيه أقل كل ما أقلق وكل ما رحنا للإنسان بداخله بيكون هل هيدا نوع من أنواع الطب البديل؟ الطب البديل هو لما وصلنا هنا نشرح اللي هو الإنسان mental physical and emotional الطب البديل هو عبارة عن شي بيشتغل على جزء من الطبيعة هذا عالم واسع الطب البديل ممكن يكون من التكراس يعني نفحص المراكز الطاقة بالجسم ممكن يكون بالطريقة المكروبيوتك ممكن بالأكل ممكن بالأعشاب ممكن بالأحجار الكريمة هيدا عالم واسع فينا نحكي من هون لسنة عنه ها الطب البديل بيجي هون بالإنرجي تبع الإنسان من بالفيزيكل الفيزيكل إيش ناكله من العبرياضة بالmental and emotional منتل فيه الطب البديل اللي هو ممكن نقول عن علم المخيلة وصره هو من الطب البديل ليش لأنه فيك تسيطري على خلايا جسمك بمطلا إذا بعطيكي تمرين فيك تسيطري شو عم بصير جوا جسمك إذا فيه وجع منقيم الوجع فيك تجربة يعني إذا فيه مثلا حاجة لعنديكي غريس أخطيني درس بالموادي عايدي كل ياتا حتى لأننا نختار شغل يعني مش أنا اللي بعلم أنا بعطيكي التمرين الجواب بيجي من الانرسلف يعني من الضمير الغيرواعي إحنا نفسنا بيكون معنا الجواب أنا بس بعلم شو اللي بعلم؟ بعلم الحياة بعلم الواحد هاو كيف يكتشف من نفسه بدون أوفر باورينجي مش زي الهيبنوسيس نايمي بتسيطري عليه لا هو قاعد فيه يعمل التمارين إنه يكون نفس المستوى هكي لابتعلمي يا غريس المستوى مثلي مثله ما يكون أنا أوفر باورينج أو أغير شي بحياته يعني غريس أنا كتير عن جد سريت بالحديث معك يعني لا يمل أبدا لكن لأسف دائما هيك الوقت الجميل خلصة النصح خلصة أكتر من نصحة خلاص البرنامج شكرا كتير لألك بس نحن أكيد بدأ وعز الأصدقاء المشاهدين بلقاء الأسبوع القادم أكيد رح بيكون في إلنا أكتر من اللقاء لفعلا تقدر هيك نطبق عملي شوي بعض الأشياء هيك على الهواء بإذن الله شكرا كتير لألك غريس سالم طبعا المستشارة الدولية خصائية حلم الطاقة فونك شوي فونك شوي شكرا كتير لألك شكرا كتير لألك طبعا مشاهدينا لمعرفة أي شيء لازم أنه نحبه ولنحبه ولنحب أي شيء لازم أكيد أنه نعرفه ترجمة نانسي قنقر